لا شك أن العالم السياسي بأسره أصبح لا يصدق مزاعم الجزائر وما تدعي من أنها لا تتدخل في مشكلة صحراء المغربية وبأن موقفها التابت والدائم من هذه القضية هو الحياد التام وأن مشكلة صحراء المغربية بالضبط هو مشكلة نائي الطرفين لا تريت لهم هما المغرب وجبهة البوليزاريو والجزائر لا دخل لها ولا مصلحة في هذا النزاع لكن هذه الادعاءات الكاذبة التي يراد منها تتويه الرأي العام العربي وإعطاء الجزائر صمع لا تستحقها لم تعد تنطلعها أحد وأصبح الداني والقاصي وحتى الهوات في السياسة يعرفون اليد الطولة أو يمكن القول اليد الوحيدة التي تمسك خيوط دم الكيان الوهمي وتحركها وتسيرها حسب هواها دم يتم اختيارها بدقة متناهية لتستطيع أن تتراقص من سجام تام مع ألحان السمفونية التي تعزفها أوركستر النظام العسكري الجزائري ولا تنشز عن أنغامه لكن السؤال الذي يجب طرحه هو كيف يتم اختيار الدم التي تصعد على خشبة مصرح عسكر الجزائر لأداء دور رئيس جمهورية وهمية من قلب الجزائر وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الدمية لكي يرضى المخرج العسكري الجزائري أن يسند لها دور البطولة المطلقة الدائمة وهو الدور الذي لن ينتهي إلا بوفاة الدمية كما حدث مع دمية سابقة كان اسمها محمد عبدالعزيز المراكشي ولنأخذ نموذج الدمية الحالية المسمة إبراهيم غالي والذي ستكتشفون بعد قليل أنني لم أتجنى عليه عندما سميته بإبراهيم الرخيص بعنوان حلقة اليوم كما ستكتشفون ما الذي يميز عن غيره ليختار من طرف عسكر الجزائر على رأس الجمهورية الوهمية أراكم بعد الفاصل لا شك أن متابعي قناتي يتسألون لماذا وصفت إبراهيم غالي بالرخيص الجواب ليس على لساني أنا ولكن على لسان سحراوية من داخل نظام جبهة البوليزاريوم ومن باب وشاهد شاهد من أهلها سحراوية كانت تشغل منصب مترجمة من يسمى الوزير الأول للجمهورية الوهمية حيث سبق لها أن كلفت بمرافقة منظمة غير حكومية إيطالية أثناء ماراتون سحراء بتندوف ونسجت على ما يبدو علاقة طيبة مع ضيوفها الإيطاليين ولكي يشكرها وجهوا لها دعوة لزيارتهم بإيطاليا فرحت المسكينة وزارت الصفارة الإيطالية بالجزائر من أجل تسوية إجراءة الصفر فطلب منها المرور عبر صفارة البوليزاريو بالجزائر للحصول على ترخيص بالخروج من الجزائر والمغادرة وبين قوسين هذا يتويت أن الجزائر لا تسمح لأي صحراوي بالخروج ومغادرة أراضيها إلا بعد مراقبته ومن طرف الصفارة المزعومة التي ما هي في الواقع إلا إدارة جزائرية تمسك تقارير على تحركة صحراويين وتحصي عليهم أنفاسهم المهم تقول خديجة محمود الزوبير ذهبت لسفارة البوليزاريو لأحصل على الترخيص المطلوب وكل حمس واستقبلت على الساعة التاسعة صباحا وبعدما تعرفوا على غرضي وتكلموا معي طلبوا مني العودة مساء على الساعة السابعة استغربت المسكينة عدم تمكنها من الترخيص فورا وهي معروفة والترخيص لا يتطلب وقتا إلا إذا كان هناك شك في معارضة طالبه لقادة الجبهاء أو الجزائر ثم لاحظت أن موعد العودة للصفارة في السابع مساء هو جدا متأخر لأن موظفوا الإدارة الجزائر يكونوا ببيوتهم في تلك الساعة لكن في الأخير استسلمت وحاولت أن تقنع نفسها بأن الأمر ربما قد يكون عادي بالنسبة لعمل الصفارة وأنه لا داعي للقلق وزيادة في الاحتياط طلبت من إحدى الصديقات مرافقتها للذهب في السابع مساء الصفارة الوهمية فلما وصلت الصفارة وجدتها خالية من الموظفين عدى حراس الأمن الخارجيين والمسؤول الأول على الصفارة الذي لم يكن سوى إبراهيم الرخيص الرئيس الحالي للجمهورية الوهمية والذي يبدو أنه كان في انتظار فريسة خديجته بعدما عين عن قرب في الصباح ووجدها تملك قوام وجمال وجبة شهية مسائية لا يمكن إفلتها فقررت أخير موعدها لسبع مساء لكن الفريسة خديجته كادت أن تفسد خططه وتفلت من مخالبه عندما اصطحبت معها صديقتها مما جعل المفترس إبراهيم غالي يصدر تعليماته للحرس الخارجي بأن لا يدخل الصفارة إلا خديجته صاحبة طلب ترخيص أما صديقتها فيجب منعها من الدخول وبكل حسنية تركت خديجته صديقتها تنتظر بباب الصفارة ودخلت لتواجه مصيرها أمام الحيوان الشرس الذي كما تحكي المسكينة ماء استفرض بها حتى بدأ يلامج جسدها ويتحرش بها ولما تهربت منها حاول أن يغويها بأن عرض عليها عرضه السخي الجنس مقابل المال والرخصة ولما امتنعت مرة إلى الصرع القصوى بأن هاجمها بالعنف واعتدى عليها بالضرب ونزع ملحفتها بالقوة ثم قام بفعلته الشنيعة بمنتهى العنف الهمجي الوحشي ليقضي منها وطره ومبتغى غير عابئ لا بتهسلتها ولا بمصير مستقبلها وتركها تنزف ذمن من شدة الممارسة بالقوة والعنف جيت تفمى وقالوا لي أنا براهم يشوفوا في اللقايات فرموني والله مني يجي المنظمات نعرف عنه سفير قال ما بيني معاه إلا خير ومني يجي تفمى جيت للحارس قال لي أعطاك موعد السبع السبع عشية قلت له خلاص صار نجي السبع مني يجي السبع أنا خاصة مفوي في الميلي وثائق عشان تخطى أنا شر الصفارة الثانية وقعت كي قعدتي هاي الباس الباس الحمد لله والله اللي الصعيب علي أن ذكره من البداية للنهاية قاله ظلمني ظلماً وعدواني صدي إسراء الإسراء برقت مستفارة شوي جايخة قدر الله عن صاحبته وحزة وتطيلها قريباً ما بقى تمشي طاية حكي رضيت على المصر على المصر على المصر على المصر حكي تبني تلتي للخيان ومعني تلتي لفنت قمت إحنا جاهلين نزلنا تقول والده خليه على الملال ورقاجة ربطاني يرضى ربطاني يرضى لهم مستقبل وربما يبقى واحد من ذا الحياة وإن شاء الله يجب لك حد استراء من حيث يعني العدات لتخرج بعدها المسكينة من الصفارة في حال يوثالها وتجد صديقتها وشاهدتها على موقع ولتهاتف وليدتها بتندوف وتحكي لها أنها كانت عرضة لإعتداء وحشي من طرف سفير البوليزاريو بالجزائر إبراهيم غالي وتصدم الأم المكلومة التي ترجتها أن تتكتم على الخبر المشؤوم خوفاً من الفضيحة ولأنها تعرف جيداً وتعي تمام الوعي ماذا قذارت وبأس قيادة الجبهة الوهمية وإلى أي حد يمكنهم الذهاب لتدفن الفضيحة ولو لازم الأمر أن تدفن قبلها عائلة بأكملها لتطمس الفضيحة امتتلت خديجته لنصائح والدتها مكرهة وسكتت عن الأمر والإحساس بالدل والمهانة يعتصران قلبها منذ سنة 2010 وهي تحاول الخروج من الجزائر لكن دون جدوى إلى أن أتيحت لها الفرصة سنة 2013 حيث ضبرت أمرها وغادرت الجزائر إلى غير رجعة واستقرت بإسبانيا وعقدت عدة ندوات صحفية تفضح فيها إبراهيم الرخيص وتتهم الجزائر بالتغطية على فضاعاته وجلائمه خصوصاً وأنها علمت أن الكثير من النساء الصحراويات كنا ضحية الرخيص إلا أنهن تعرضنا لضغوطات كبيرة وفضلنا النزواء وحمل مأساةهن في صدورهن والتكتم عليها ورفعت خديجة دعوة ضد المغتصب براهيم الرخيص أمام القضاء الإسباني الذي فتحت حقيقاً في الموضوع ضده مما دفع الجزائر لتتدخل لدى السلطة الإسبانية مخبرة إياها بتوفر على حصانة ديبلوماسية من أجل حماية دميتها المفضلة وصوراته لكن القضاء الإسباني المستقل أصر على متابعة البحث والتحقيق في جرائم الرخيص ولم يعترف بحصانة ديبلوماسي لكي لا تعترف به إسبانيا أصلاً مما جعل الجزائر تتراجع وتنصح الرخيص بأن لا يتنقل إلى الدول الأوروبية خوفاً من اعتقاله خصوصاً وأن العديد من الشيكيات المتنوعة أصبحت تتقاطر على القضاء الإسباني ضد إبراهيم الرخيص منها اتهامات بتعذيب المعارضين وقتل بعضهم وإخفاء الباقي ففي سنة 2013 مثلاً قدم القاضي الإسباني بابلو روس مذكرة قضائية وجهت الاتهام بشكل رسمي الإبراهيم الرخيص لكنه لم يمتتل للقضاء الإسباني وظل مختبئاً في الجزائر لا يغادرها كما أن إسبانيا أصدرت أمراً بتوقيفه بتهمة ارتكابه أعمالاً إرهابية وقتله لثلاثين صياداً كنارياً قتلوا من طرف ميليشيات مسلحة كانت تحت قيادته وفي 2016 أعلنت الجزائر الرعي الرسمي للمجرم عزم إبراهيم غالي زيارة إسبانيا ليأتيها الرد سريعاً من طرف القاضي خوسي ديلاموتا الذي أصدر قراراً الشرطة الإسبانية بجمع معلومات عنه وتحديد إذا ما كان إبراهيم غالي المتهم بالجلائم سالفة الذكر من اغتصاب وقت الجماعي وتعذيب هو نفسه إبراهيم غالي ذمية الجزائر ورئيس جمهورية المزعومة لتلغي الجزائر زيارته بعدها لإسبانيا خوفاً من اعتقالها بعد ورود معلومات على أنه موجود على قوائم ترقب الوصول والاعتقال في إسبانيا وأنه لا حصان إذا كل هذه الفضاعات المنسوب ارتكابها للرخيص يشتكي أصحابها من مساهمة النظام الجزائري فيها وفي التكتم عليها وعدم مسألة الرخيص الذي يرتكب جرائم بكل طمأنين فوق أرض الجزائر على مرأة ومسمع من هذه الأخيرة دون أن يريف لمسؤوليها جفن علماً أن الجزائر هي مسؤولة الأولى عن متابعة المجرمين الذين يرتكبون الجرائم فوق ترابها والآن وبعدما أسمعتكم شيئاً قليلاً من جرائم الرخيص يمكنكم أن تحكموا إن كنت تجنيت عليه عندما وصفته بالرخيص أم لا لكن هنا سنطرح بعض الأسئلة الجزائر التي تعلم جرائمه المعلنة التي يعرفها الجميع وكذلك جرائمه الخفية التي لا يلمها إلا الله وبراهم غالي والمخابرات الجزائرية التي تمسك عليه تجيلات أقراص فيديو وتوتق كل ما قام به من ممارسات لأخلاقية داخل حرم الصفارة في جزائر العاصمة مكانه المفضل في اغتصاب النساء كيف تسنى لها اختياره وتعينها على رأس الجمهورية الوهمية ورب سائر آخر يسأل أي منطق هذا الذي يجعل الجزائر تعين رئيساً سيء الصمعة ليرأس جمهورية وهمية تعمل الجزائر ليل نهار وتصرف مقدرات الجزائرين عليها من أجل حمل دول ومنظمات والمؤسسات الأجنبية من أجل الاعتراف بها وهل تكون الجزائر بهذا الغباء لتختار ندلاً سيء الصمعة فاقداً لعدريته وتعينه رئيساً لكيان تتوسل في المحافل دولية الاعتراف به زعيماً اجتمع فيه من صفات الغدر والخيانة والقذارة والإجرام ما تفرق في غيره رائحة فضائحه تزكم الأنوف وهو موضوع متابعة قضائية دولية والجواب على هذه الأسئلة بسيط جداً وهو أن عسكر الجزائر ليضمن ولاء الشخص الذي يترأس كيان جمهوريته الوهمية يختار الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب وأن يكون غير ديمستقياً حتى لا يأخذه الحماس بعيداً ويظن نفسه رئيساً فعلياً ويتنكر الجزائر تانياً عسكر الجزائر لا يريد حلاً لهذا النزاع لأنه مصدر ثرائه وشخص كالدوميا إبراهيم مرخيس سينفذ الأجندة الأولى لجيش الجزائر وهي لا حل للنزاع مع المغرب لأنه ماذا من نزاع قائم فإن العسكر يمكنه مص دماء الجزائريين وسارقت ترواتهم عن طريق إهامهم بأن هناك عدو خطير يهددهم وهو المغرب فزاعت المغرب الدائماً من طبيعة الحال ستجعل الجيش يقنع الشاب بأن يبرم صفقات وصفقات وصفقات الأسلحة بالملايير وينفخ في الفواتير ويتقاضى عمولات بالملايير أيضاً تضخم أرصيدة حساباته بالخارج وأي حل لنزاع الصحراء سيقتل بقرة الجيش الحال ويفطم العسكر الجزائري عن الرضار لأن الجزائريين من طبيعة الحال سيرفضون شراء أسلحة لن تستعمل أبداً ويهضر أموالاً كان من الأولى أن توظف في تنمية البلاد ورفاهية العباد تالتاً الكل أصبح يعلم أن الجزائر تتسول بالبوليزاريو لتحصل على مساعدات إنسانية من أموال والسلاح ولكي تكون هذه الإعانات ضخمة فإن الجزائر مثلاً ترفض إحصاء سكان المخيامات المحتجزين لديها وتعطي الأرقام التي تريد بل أكثر من هذا تطاعمهم بجنسيات أخرى ليكبر عادتهم من مالي نيجر وموريطانيا وحكاية ما تفعله الجزائر المساعدة المالية التي تسريقها تسكم الأنف حيث تتفنن في إبرام صفقات وهمية مع ممتلي المخيامات قادة البوليزاريو لكي يحول العسكر أموال المساعدات أما مساعدة السلع الغذائية وغيرها فهي تبع بأسواق الجزائر ومالي وموريطانيا ويرمى منها الفتاة للمخيامات ورئيس الجبهة لا يحتاج من طبيعة الحال ولا يناقش لأن فضائحه توجد متقل لدى المخابرة الجزائرية وليس له أي مجل للمناورة وما عليه إلا أن يسمع ويطيع أسياده وأولياء نعمته ومن هنا يتضح لنا سبب اختيار الجزائر للرخيص ليخلف الدمية المرحومة بعدما وضعته بصفارة الوهم بالجزائر لسنين تحت مراقباتها وسجلت فضائحه وعلمته كيف يكون الخادم المطيع لأسياده ولما تأكدت من ملاءمة ضور الرئيس الوهمي لشخصه وضعته فوق الخشاب لتحركه وفق خطتها لكن السؤال الذي يطرحه المحتجزين أبمثل هذا الرئيس يمكن اطمئنان على من يتولى أمرهم بالمخيامات أنانية الجزائر التي تحكم وتتحكم في دومة البوريزاريو جعلتها تختار من لا شرف له لتأتمنه على محتجزين بأراضها وطبعا الجزائر لا يهمها إلا الرئيس الواجه الذي ليس له وجه يعرف به لا أدري لماذا ذكرتني واقعة اغتصاب خديجة وغيرها بصفارة جمهورية الوهم بالجزائر أو ما يمكن تسميته بالضعارة بصفارة فيلم عادي الإمام الصفارة في العمارة وإن كان فيلم الضعارة في الصفارة لو كتب له أن يسرب من ملفات المخابرة الجزائرية سيكون أكثر تشويقا من فيلم الصفارة في العمارة وسيحصد جوائز لا حصر لها في مهرجانات الدول التي تكرم الفن السابع وأكيد إبراهيم غالي سيحصل على جائزة أحقر وأوسخ دور متفوقا على هذه الإمام إذن كل ما سبق سيجعلنا نتأمل الجزائر التي كان دائما مسؤولها يتبجحون بالنيف بالمناسبة للإخوة العرب النيف تعني الكبرياء والكرام عند الجزائريين أين هو هذا النيف الذي حول أرضهم لأرض اغتصاب وفساد وضعارة أمثال الرخيص دون تحقيق أو عقب أظن أن أنفهم أصابه خلل وأصبح لا يصلح لشيء غير حشره في القضايا الداخلية لجاره المغرب وتمويل وتسليح الأعداء لتمزيق أوصاله وبحصول الجزائر على الميدالي الفضي العالمي في الضعارة مؤخرا يجب أن نقرأ الفتح على روح المرحوم النيف والذي تبين أنه كان مجرد ادعاء التباهي أما في الواقع فهو لم ولن يكن موجودا وإن كان سكان الجارة يشبعوننا حكاية ألف ليلة وليلة عن أنفهم العجيب أعرف أنني سأكون عرضة لتعليقات كثيرة من الجزائريين وأريد فقط أن أنبئهم قبل سفك ميذات أقلامهم في مواجهتي أن يراعوا أن من يتهم الرخيصهم صحراوي البوليزاريور وأن من يتابعه هو القضاء الإسباني المستقل الدائع الصيد في الاستقلال والنزه أما المغرب فتظل بعيد عن شكايات ولا علاقة لها بالموضوع وقضاءها لم يتحرك ضد رخيصكم بالعربية تعرفت وفروست وانت لمخزن لموضوع آخر ترجمة نانسي قنقر